أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الأطحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها إضافة إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية وغرف طوارئ بكل فرع من فروعيها بمحافظات التأمين الصحي الشامل وأكدت هيئة الرعاية الصحية على استمرار صرف الأدوية لأصحاب أمراض المزمنة من منتفع منظومة التأمين الصحي الشامل